الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هدى عنوان هذه الكلمة عندما تكون تلميدا لتلميذك مع شاء الإخوة والأخوات أتقاسم معكم قصة أوردها الإمام الغزار رحمه الله في الإحياء ويقال إنها تعلقت بعالم وتلميد له أما العالم فقيل إنه شقيق البلخي وأما الطالب أو التلميد فهو حاتم الأصم الزاهد المشهور الذي قيل عنه إنه لقمان هدي الأمة وملخص القصة أن هذا العالم سأل تلميده منذ متى صحبتني وكنت تلميدي فقال التلميد منذ 33 سنة قال الشيخ فما تعلمت مني في هذه المدة قال التلميد 8 مسائل قال المعلم إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل فقط قال التلميد لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب عليك قال المعلم هاتي ما عندك لأسمع هذا هو الجزء الأول من القصة وفيه توضيح لمسائل مهمة صحبة طويلة بين هذا الشيخ وتلميده وأن الشيخ عندما سأله استقل المسائل الذي تعلم منه على مدى 33 سنة ولكن التلميد كان صادقا في جوابه ولا يريد أن يكون كذابا ثم بعد أن طلب منه ذكرى المسائل سردها التلميد الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتخذ صاحبا فإذا ذهب إلى قبره فرقه صاحبه فصاحبت الحسنات فإذا دخلت القبر دخلت معي الثانية أني نظرت في قول الله تعالى وأما من خف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله الثالثة أني نظرت إلى الخلق فرأيت أن كل واحد أن كل من معه شيء له قيمة حفظه حتى لا يضيع ثم نظرت إلى قول الله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله يباق فكلما وقع في يدي شيء له قيمة وجهته لله ليحفظه عنده الرابعة أني نظرت إلى الخلق فرأيت كلا يتباهى بماله أو حسبه أو نسبه ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما الخامسة أني نظرت إلى الخلق وهم يتحسدون على نعيم الدنيا فنظرت إلى قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمت أن القسمة من عند الله فتركت الحسد وردت بما قسم الله لي السادسة أني نظرت إلى الخلق يعادي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا ونظرت إلى قول الله تعالى إن الشيطان للكم عدو فاتخدوه عدوى فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان وحده السابعة أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل مخلوق منهم يكابد نفسه ويذلها في طلب الرزق حتى إنه قد يدخل في ما لا يحل له فنظرت إلى قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعلمت أني واحد من هذه الدواب فاشتغلت بمال الله علي وتركت مالي عنده الثامنة أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل مخلوق متوكل على مخلوق مثله هذا على ماله وهذا على ضيعته وهذا على مركزه ونظرت إلى قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فتركت التوكل على المخلوق واجتهدت في التوكل على الخالق هكذا نلاحظ معشر السادة والسيدات كيف أن هذه المصاحبة أتمارت علما طيبا نافعا غزير بمسائله وقيمته وبركته وبركته وهذا ما لاحظه الشيخ أخيرا فقال لتلميذه من الآن أنا تلميذك فتحول المعلم إلى متعلم والعكس كذلك صحيح معشر الإخوة والأخوات من تمرات هذه القصة أن العلم الصحيح يتمير العمل الصالح فهذا الطالب تلقى العلم ثم بعد ذلك ربطه بالعمل فأعطى نتائج باهرة طيبة مباركة ثانيا العلم يحتاج إلى أن يتحرك به المرء في الواقع هذا الطالب كان طالبا نجيبا كلما تعلم من شيخه شيئا خاسه في واقع الناس فعرف أتاره وقيمته ومكانته بما دفع به إلى التطبيق الصحيح ثالثا العلم نصيب وخشية وخشية وتقوى والصدق الله العظيم والتقو الله ويعلمكم الله وبهذا فقد يتفوق المتعلم على المعلم فيستفيد فيستفيد كل منهما من الآخر وليس هذا بعب ولا يضير أحدهما في شيء بل إن المطلوب أصلا أن يستمر نور العلم في سلسلة متواصلة كلما كلما تعلم المرء شيئا من شيخه يطبقه ثم ينقله إلى طلبته وهؤلاء ينقلونه أيضا إلى من بعدهم وهكذا حتى يكون سلسلة رحم تربط بين هؤلاء وتكون نتيجته تقوى وصلاح للأجيال المتعاقبة والمتواصلة والمتكاملة نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد والي وصحفي وسلم تسليما سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين